السلام عليكم ورحمة الله. ازايك ودكاتر عاملين ايه? معاكم دكتور همام محمد. هنشرح مع بعضينا الدرس التاني اه هناخد الحاجات المهمة جدا والحاجات الاساسية ان احنا لازم نكون عارفينها في الدرس التاني ونعرف نحل بيها ان شاء الله. اه بريب ون. بص دكاتر. احنا ان شاء الله كان بيتكلم عن تصنيف العناصر والعناصر والجدول. يعني التصنيف. طيب التصنيف العناصر كان ثلاث انواع او ثلاث جداول امسوري. اتصنف فيهم العناصر. اول جدول خالص جدول عالم اسمه تسميناه الجدول التاني عالم اسمه موزلي بريودك تابل. الجدول التالت عالم اسمه ام سوري الجدول اللي اسمه موزلي بريودك تابل. انا مش عالم ده كان مجموعة من العلماء او ما اللي عملوا. طيب من دليف بريودك تابل هو اول جدول طبعا هو اول جدول اول جدول كان عرض العناصر فيه كان 67 المهم من دليف رتب العناصر اكوردينج تو وزنها او ممكنول عليها يعني رتب العناصر حسب وزنها. يعني كان بيعمل الجدول بتاعه. وكان بيرتبهم حسب يعني هنا لو وزنه مسلا وان بوينت سري العنصر ده يبقى اللي بعده وان بوينت سيفن اللي بعدهم يبقى وان بوينت اه ايت وهكذا. كان بيسيب ممكن فاضية في الجدول لانه كان بيتنبأ بريدكت بيتنبأ في المستقبل المستقبل هلكتشف عناصر جديدة. وكمان صحح الاتومي كويت اللي كانت غلط يعني في بعض العناصر كانت الاتومي كويت غلط هو عمل لها كوريكت صحة. طب موزلي بقى لأ موزلي يرتب العناصر الاتوميك نومبر الاتوميك نومبر الرقم اللي هو عدد يعني الجدول بتاعه هو طلع قلنا ده الجدول المراد ما بيرتبش حسب الوزن لأ هنا يبقى اللي بعده يبقى اللي بعده يبقى اللي بعده يفور تمام? يبقى كان بيزود في نفس البيريد ده كان اسمه واللي من فول تحت ده اسمه وقلنا ان هو من من اه في البيريد كان بيزود دايما اهو انما في كانوا بيزودوا يعني من هنا الهنا هنزود من هنا هنزود طب كان بيرتب حسب حاجتين نفس موزلي بالزبط بيقلد موزلي يعني كان بيرتب حسب الاتوميك نومبر حسب الطريقة اللي بنملى بيها يعني الطريقة اللي بنملى بها الانيرجي سب ليفل ويزود الالكترون ايه الانيرجي سب ليفل داد? عندنا اربعة انيرجي سب ليفل اللي هما اس بي دي اف طب ايه ده جدت جمل فين? احنا قلنا ان فيه انيرجي ليفل كل واحد فيهم بيبقى جواية حاجة اسمها انيرجي سب ليفل الشواء ديت يعني ليه اللي يعمل داي الشواء بالزبط? فهو بقى بيملو حسب الانيرجي سب ليفل وكان شكل الجدول ازاي? المودرن. طيب الجدول كان اول الحقيقة ده. انا بس اعملو تحت شوية معلاش. اهو احسين نعرف بس مكونات وبالزبط ايه بيتكوه من كم جزء بالزبط? طيب. اولا المنطقة دي اسمها الاس بلوك. ودي اسمها البي بلوك. ودي الدي بلوك. وده الاف بلوك. طيب. يبقى هو كده لو قال لي بيتكون من كم بلوك? كم جزء? هقول له فور بلوك. اللي هم على ايه? على اسم الانيرجي ليفل دولت. طيب. تاني حاجة. اه هو كم كم عنصر? قلنا هم موجودين في الطبيعة والباقي اللي هم الباقيين صنوعيا احنا اللي بنصنحهم. يبقى طب لو احنا جينا قسمناهم كده بالزبط بقى شوف لي كم جروب. هما كم جروب على بعضهم. تعالوا نقسم هما كم جروبس. بسميه هما كم جروبس. طيب. تعالوا كده نشوف. الاولان ده متقسم ل اتنين. تعالوا نعمله بلون تاني عشان ما الله اغبر. اهوت. ده متقسم لتو جروبس. اللي احنا كلهم نسميهم وان ايه وتو ايه. تمام يبقى الاس ده تو جروب. طب البي متقسم بسكس. one two three four four five six. اللي هما سري اي. four اي. five اي. six اي. seven اي. zero. طب تمام. اه اه ده سكس جروبس. طب الدي اللي في النص. تتين لوحده. one two three four five six seven eight nine ten. وكنا بنسميهم بي. three بي. four بي. five بي. ماشي. يبقى سكس جروب. يبقى انا عندي كم. ام سوري يبقى تين جروب. يبقى كم جروب كلهم على بعضهم. ده تو. وده تين. وده سكس. لنجباحهم اليوم ايتين جروبس. طب الاف لا الاف ما ليش دعوا بيه غرص. قلنا انه هو في حاجات وخلاص. وآآ اللي هو كنا بنسميهم. الاف تحت الجدول. طب هما كام فيه كام بريود بقى. ده الاولاني. اللي هو مفخوش غير ده. وده. ده كده بتدور الاولاني ده بريود. طيب. وبعدين ده البريد التاني. وده تالت. يبقى كم بريود? سيفن بريود. فلو جيتم تلك هو كم بلوك كم منهم طب كم بريود سيفن. انا بقى هعمل مقارنة عايزين نعمل مقارنة دلوقتي بين وان اي وطو اي وزيرو. الباقي كله مش فارق معها دلوقتي. انا ممكن نمسح الباقي ده كله كده. ثانية واحدة. تاني كده ده. نمسح كده دولت. انا مش عايز ده كله. انا عايز ايه? انا عايز اول واحد وطاني واحد. واخر اتنين. طيب بنسميهم ايه بقى? واحد واحدة كده معي. اول واحد ده بنسميه الكالي متل. واسمه ليه? ده اسمه لان اخر مستوى طاقة هو مفضو جود طبعا في الاس بلوك. وده اخر مستوى طاقة عشان كده سميناه. اه ايه. طيب ما تدينينا مثال كده. اه زي المسلا للليسيوم. زي السوديوم. تعالوا نوزع كده. الليسيوم سري. السوديوم اليفن. تعالوا نوزع. بصوا كده اخر عشان كاسم من ايه. طب السوديوم. اخر عشان كاسم من ايه. يبقى هما اسمه كده. وهو موجود في الاس بلوك بيتكون او بيحتوى على الوان الكترون في اخر مستوى طاقة. تمام? وعرفنا ان هو زي الليسيوم والسوديوم. طب كلهم كلهم بيبقوا مثل مع ده مين? مع ده الهايدروجين. طب نتكلم على الجروب التاني. اللي هو اسمه. التو اي? اسمه. ايه? ايه? متل. ايه? متل. ايه? متل. الطب ده موجود في بلوك برضو في الاس بلوك. هو ما احنا شايفينه? او? ده موجود في الاس بلوك. طيب يا مستر? اه كم الكترون? مش هو اسمه ايه? يبقى بيحتوى على ايه? طب زي مين كده? زي الماجنيزيوم. نوزع كده. ايه ده ده اخره كم? ده اخره فعلا عشان كده سمينها. طيب كلهم كلهم بيبقوا تمام. هنا كلهم مع عدل هايدروجين. طب تعالوا نمسك نشيل بس دولت اول عشان بنلابط نجمة اسمه اسمه هالوجين معناها بيكون ملح. مش عليا المعمة عليا ان هو الاسمه هالوجين. طب هو ده نوعه اي متل ولا نوع متل لا ده نون متل. طيب هو موجود فعني بلوك. بصوا كده هنبص هو موجود في اللي كانت في الاخر خالص ده. يبقى موجودة في طب هو اسمه لانه بيحتوى سيفن الكترون. تمام جدا. طب ما تدينا مثال زي الاف ناين. نوزع كده اف ناين هنلاقيها. زي السي ال سيفنتين. هنوزع على اخر هم كام? اخر هم سيفن. طب كلهم بيبقوا كلهم نون متلز. من الاخير بقى خالص? الزيرو جروب. والزيرو جروب هي ليها اسمه اسمها النوبل او جازز. يبقى دي اسمها النوبل او طب هي موجودة في اي بلوك ما هي? اهي في نفس البلوك بتاع السيفن ايه? يبقى موجودة في البي بلوك. طب هي ليس دي فيها كم الكترون? فيها اخر مستوى طاقة فيه ايت الكترونز. يبقى كلهم قول عندهم ايت الكترون معادة واحد. اكسبت الهيليم. ما له الهيليم? الهيليم بيتمري بتوع الكترون بس. يبقى كلهم لما بنوزعهم عندهم ايت معادة الهيليم بيتمري بتوع الكترونز بس. طب ما تقول لي كده زي مين? زي النيون? تن. نوزع له اهو مليانة هو. ولا متل ولا نوم متل. ده كده اسمه نوبل جاز زيرو يعني في جروب الزيرو. طب قول لي مثال تاني. بنوزع كده. يبقى اخره ايت. طيب. في حاجة اسمها هاو. ازاي انا حدد البوزيشن بتاع الايليمنت. طب انا حدد البوزيشن عن طريقة حكتين. اعرف هو البيريود نمبر كم? واعرف البيريود نمبر كم? طب البيريود نمبر بجيبها ازاي? عن طريق النمبر اوف انيرجي ليفل. عرض الانيرجي ليفل اللي هي فيها الكيوبايد باي الكترونز. عرض الانيرجي ليفل. طب جروب نمبر. النمبر في اخر مستوى طيب. يعني مسلا الكالسيوم تواني. ايت ايت تو. كي الام ان. عايز اعرف البيريود نمبر كم? ابص على عدد الانيرجي ليفل هنا كم? وان تو سري فور. طب عايز اعرف نمبر كم? ابص على الالكترون اللي موجودة في اوتر مستانيرجي ليفل. اوتر مستانيرجي ليفل تو. رأي لتو? ايه? طب ما تقول لنا الارجون اللي لسه عاملو. تو ايت ايت. كي الام. البيريود كام? بريود سري. لان فيه تلاتة اينيرجي ليفل. اهمت. طب الجروب نمبر ايت. فيش هيسمها ايت ايه? لا ما فيش. لو بصلنا ما فيش ايت اي. اسمها زيرو. طالما مليان اخي مستوى طاقة مليان يبقى جروب زيرو. جروب ايه? زيرو. او ممكن اقول عليك جروب ايتين على فكرة. ممكن بدل جروب زيرو اقول لك جروب الاخير والاخير اللي هو ايتين يعني. طيب اوكي. في حاجة اسمها طب بنجيبها عن طريق عدد الالكترون اللي موجودة في اوتر موسط انيرجي ليفل. والفالنزي هي النمبر. اوف الالكترون. زت. اتم. لوز. اور جين. اور شير. عدد الالكترونات اللي الاتوم يا اما بتخسرها يا اما بتكسبها يا اما بتشاركها. بتشاركها طيب. يعني مسلا مسلا في عالم اسمه الحاجة دوت اه عمل حاجة اسمها طب ما لها ديت. عن طريقها بعرف احدد. ازا باعرف حدد بتاعت الا اتم او بتاعت. طب زي ايه كده مستر ما تقول لنا مثال حاضر. يا زي مسلا اس سكستين. نوزع. اخر مستوى طاقة في كام? في سكس يبقى اعمل اس كده اروح محولهم دوت نقط. ست نقط هم. عايز ست نقط دولت يتوزعه حوالي الاس بس بالتساوي. ولازم بكل ناحية تاخد او دوت واحدة بس في الاول. بمعنى ايه? ادي دوت. لازم ده كده الاول. طب انا عندي سكس مش فور. نكمل بقى. طيب في كم امبيرد? ادي دي امبيرد مش مجوزة يعني او مش مرتبط او مش معها واحدة تانية. ودي امبيرد. يبقى بنسميها داي فيلنت. ايه كلمة داي فيلنت? دي الاسامي بتاعتهم بنسميها باللاتيني يعني بصوا كده. تبقى مونو. مونو فيلنت. تو تبقى داي فيلنت. سري تبقى تراي فيلنت. فور تبقى تترا فيلنت. طب لو كانت زيرو زيرو زي ما هي مليئة انا كده تقول عليها زيرو فيلنت. طب ما تدينا امثلة تانية للفيلانسي ده عشان تبقى اوضح. هتقولي الكالس الكولورين مسلا سيفنتين. انا لها ادعوة بالسفن. اه طب حد فكر ده متل ولا نون متل? بالمرة بس قبل ما اقول. اه طالما يبقى اكتر من يبقى ده نون متل صح. وده برضو سيكس يبقى ده برضو نون متل. تمام? عشان اكتر من فور. نون متل اللي هو فايف و سكس و سبن. السي سري فور فايف سكس سبن. فيه كم واحدة امبير? واحدة بس. يبقى ده مونو فيلنت. واحدة يبقى مونو فيلنت. طيب ما ناخد حاجة كمان زي مسلا الومانيوم سيرتين. تو ايت سري. سري يبقى متل ماشي? طيب يبقى انا هقول الومانيوم ادي وان ادي تو ادي سري. اذا ما فيش الرابع عملش دعم. طب كم واحدة لسه دي امبيرد ولسه دي امبيرد ولسه دي امبيرد ولسه دي امبيرد. يبقى ده تراي فيلنت. سري ليه تراي فيلنت. طيب ناخد بعدة كمان النيون تن نوزع اخير هم ايت طبعا ده ولا متل ولا انا متل ده بنسميه نوبل جاز. نوبل جاز. النيون نوزع بقى الايت دولت. ادي يبقى ده زيرو فيلنت. لما اللي ليه زيرو فيلنت? اقول له علشان او بيكوز او تلموس عشان مليانة. ولا تكسب ولا تخسر ولا تشالك. خالص. تمام? طيب تمام اوكي. ده حسب قلنا ده اسمه ايه? اه ده اسمه طب في البيريود واحنا ماشيين اهو. واحنا ماشيين في البيريود. ايه اللي بيحصل للاتوميك نمبر? اتوميك نمبر بتزيد. طب بتزيد كم? يعني فرغجامبل ده سري ده انا ده انا يعرفت ان هي بتزيد ون. طيب لو انا عملت كده. ده اسمه ايه? ده اسمه جروب. ده كده ما اسمه ايه ده اسمه جروب. طب بقى بيزيد كم? لا بس بيزيد ايت. يعني ايه بيزيد ايت? يعني خلاص نشير بقى لالقام دي. لو ده سري هلاقي انه هو زاد ايت اللي بعده الافن هلين هو زاد ايت اللي بعده ناينتين وهكذا طيب انا دوقتي هنعمل مقارنة بين وان اي ومش مقارنة الاول لسه لسه قبل المقارنة وانا ماشي من فوق لتحت اللي بيحصل لان الاتوميك نومبر انكريز يعني الرقم بيزيد يعني اه هنا سري بقى هنا الافن هنائت ناينتين وهكذا يفضل الاتوميك نومبر بيزيد ده لقاعدة ثبت من التوب للطلب من فوق لتحت في الجروب لازم الاتوميك نومبر بتزيد ده لقاعدة ثبت طيب طب لما الاتوميك نومبر بيزيد ايه الاتوميك راديس ده اللي هي الاتوميك راديي طب ايه برضو مش فاهم؟ يعني؟ اللي هو الحجم حجم الاتوم لگينا حجم الاتوم بصوا بيحصل ايه? حد يقولي بقى. كده ايه? بيزيد برضو. يبقى لما هنا في الجروب هنا بيزيد وهنا بيزيد. زي ما احنا شايفين كده النامبر بيزيد. طب ماشي. عشان كده اكبر واحدة خالص اللي هو تحت خالص. اللي هو مين اكبر واحد? السيزيوم. اللي تحت خالص ده السيزيوم. ده اكبر واحد فيه ومقاقة واحد فيه. طيب ماشي. لو انا عملت برضو مقارنة كده. بس المرة دي نعملها. بين وون اي و سيفن اي. وان اي نفس الكلام ده جروب اهو ايه? ده سري ده اليفن ده ناينتين. طب هنا جروب سيفن اي نفس الكلام ده سيفن ده اه اه سودي ده ده ناين ده سيفنتين وكزا. وانا ماشي من فوق اللي تحت. ايه اللي بيحصل? لقينا ان الاتوميك نومبر انكريز. طب ما عارف اهو. بيزيد ايه والرقم بيزيد ما انا حافظ. وهنا برج نفس الكلام كده كده اضيع دماغك الاتوميك نومبر دايما من فوق لتحت. يعني دايما وانا ماشي من فوق لتحت كده دايما دي قاعدة سببت الرقم بيزيد. وكمان انا حافظ كمان ان هو بيزيد ايت كمان انا عارف كمان ان هو بيزيد ايت. تمام? طبعا مش في دايما مش في كل البريوتس بس انا بتكلم كقاعدة بالنسبة لك انت. انت لسه الوقت صغير لسه مش. الحاجات الاسهلة هي بيزيد ايت بس. طب لما الاتوميك نومبر بيزيد. بيحصل ايه? للميلتينج بوينت او للبويلينج بوينت. لقينا ان في الحالة الاولانية ده في حالة الوان ايه? الميلتينج بوينت بتقل ديكريز. يعني لو ده مسلا بيميلت بيتيح عند ده هيبقى السيفنتي ده يبقى ده يبقى كده وهكزه. الميلتينج بوينت بتقل. وانا في كل ما الرقم بيزيد كل ما نميلتينج بوينت بيقل. طب هنا العكس تماما لان دلات عكس بعض. اي حاجة اول ايه علاق ساتنا. كل ما معدة nervous number طبعا كده كده بيزيد. اتوميك نونبر بيزيد sack of connected grazing or boiling point and increase بتزيد. درجة او بتزيد. يعني هنا مثلا لو كان عند هنا هلاقيها عند اه هنا هلاقيها عند وهكذا. تمام اوكي. طيب فيه اتنين عكس بعد تانين ام سوري او هناخد هناخد نفس الكلام. بس تعالوا نتكلم على حاجة اسمها بس قبل صحيح بتاعة درجة حرارة القوضة. درجة حرارة القوضة كان. ده في النورمال ده العادي. طبعا فيه اكتر وفيه اقل بس انا باتكلم في العادي. لقينا ان السولد والبويلينج بتاعتهم اكتر من. يبقى السولد المواد الصلبة والبويلينج اكتر. طب من المواد الجاز. اقل من اقل من. يبقى اعلى من. لان الحديد مسلا بيزيح في اعلى من درجة حرارة القوضة الا هو كان في القوضة هيسيح لوحده. لأ طب بيزيح اعلى من اعلى من. والجاز اه 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 بتاعته هتبقى اقل من. والبويلينج يعتبروا الاتنين هنا ايه? بالنسبة لنا احنا حاجة واحدة لسه ما مش هحدد ايه ده و ايه ده دلوقتي. طيب. طيب. اه فلو قلت لك مسلا ليه السوديوم? للليسيوم? للبوتاسيوم? اه مم بيحصل لهم ملتنج ات مور زن اكتر من تويني فايف. هتقول لي بكوزة. طب اقل لك ليه الكولورين? بيحصل لهم ملتنج او بويلينج ا ام سوري. اكتر ام سوري. لزن لزن تويني فايف. يعني ليه دولة? اكتر يسيحه عند اكتر من اصلي ما صليت. طب ليه دولت اقل? اي حاجة مش لازم دولت. اي مثال يجي يقول لك. انت مش عليك حفظ. اي مثال يجي يقول لك هو ليه اقل من اتقول لي عشان هو جايز. طب ليه اعلى من اتقول لي عشان هو صليت. ماشي? ما تتغبطش نفسك بها دلوقتي. لان اه اقل من اكتر من طيب. طيب. تعالوا نتكلم بقى اخر حاجة خالص هنا. نفس الكلام بالزبط. ايه نفس الكلام? عكسة بعض. هشيل بس دي ونكتب الاكتيفتي بقى النشاط. وانا ماشي من فوق اللي تحت في ايه? الاقتوميك نمبر بتزيد. طب الكيميكال اكتيفتي بيحصل لها ايه? لقينا ان الكيميكال اكتيفتي زيها بتزيد. يعني هنا الليسيوم على فكرة وهنا السوديوم وهنا البوتاسيوم واخر واحد خالص السيزيوم هنا. لقينا بطول ما انا ماشي من فوق اللي تحت. الليسيوم آآ نشيط تمام. بس السوديوم انشط منه. البوتاسيوم انشط وانشط اقوى واحد فيهم مين? السيزيوم. عشان كده بنقول عليه هو الموست اكتيف متل. اكتر واحد اكتيف فيهم. لان انا ماشي من فوق اللي تحت. كده كده الرقم بيزيد. ايه انا عارف الرقم بيزيد. طب النشاط برضو بيزيد. طب نمسك العكس بقى. مين العكس? قالنا ايه? كل ما بتزيد ما انا ماشي من فوق اللي تحت اهو. كل ما الرقم بيزيد. تمام? من عارف الرقم بيزيد. لقينا ان الكيميكال بتقل. بتقل? اه بتقل. يعني ايه? مش فاهم بتقل يا مستر. يعني مثلا هو الاول واحد اصلا كل ما انا ماشي من فوق اللي تحت. لقينا ان ده نشيط جدا. ده اقل منه. ده اقل شوية. ده اقل واحد. اللي بيحصل? لان انا كل ما الرقم بيزيد. كل ما انا ماشي في فوق تحت الرقم بيزيد ايت. الكيميكال اكتيفتي بتقل. النشاط بيقل. فمين انشط واحد فيهم? الفلورين. هو الموست اكتيف نون متل. موست اكتيف نون ايه? نون متل. يبقى انا عندي كده. ده موست اكتيف متل. وده موست اكتيف نون ايه? نون متل. طب انا? يبقى السيزيوم هو الموست اكتيف متل والفلورين. الموست اكتيف نون متل. ماشي هده كده? يبقى انا كده عايز الجزئية دي تتذكر كويس جدا. ما تلغبطوش ما بين البريود والجروب. البريود لو انا في البريود وعايز اجيب اللي بعده. عايز اجيب هنا اكس. عايز اجيب زد. عايز اجيب واي. هزود وان. ده سري بقى ده فور. يبقى ده فايف بقى ده سكس. طب في الجروب هزود ايت. يعني لو انا هنا مسلا ده ابلي وعايز اجيب اتش هتزود لي ايت. هزيجيب ام هتزود لي ايت. تمام? اه هتعالوا نحل مع بعضينا شوية حاجات كده. كتاب المعاصر اللي هو تعالوا كده نجيب كم? احنا حلنا مع بعضينا قبل كده يبقى تعالوا نمسك من اول ايت. ماشي اوكي. اوت. هنا بيقول لي قارم ام سوري اختار من ايو بيو سي. اه ساينتست العالم مندليف. بنمسك كده واحد واحد. هو هو لا مش هو اللي عمل الموديل الاولاني ده ده هو اللي عمل. اه هو اللي عمل كده. يبقى اول واحد عمل تانية حاجة. طب نختار الناحية تانية. هو اللي النوبل جز في في البريد اللي اكتبه? لا. هو اللي بيحتوي على بوستر بروتون? لا. هو صح? هو ده. يبقى هو اللي عمل سري. يعني ايه? اكتشف ان العناصر الخصائص بتتكرر بريو ديكلي. يعني هو اللي عمل بمعنى صحيح ان هو اللي عمل ده سمى ده بريود يعني. مسلا. يبقى مندليف كده وهنختار اول واحد هو مندليف ون هنختار تو هنختار سريف اللي حتى طب موزلي 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 بروبوز فرس انتيفك سير لبوت اتم لا ارانش المنت ان السنينج اوردر اكوردينج تو اطوميك نومبر صح? يبقى موزلي اللي هو التاني واحد اهو نختار له فور. هو نختار له ده فور. طيب هو اللي حط النوبل جاز في الجدول. هو اللي حط النوبل جاز وسمى زيرو جروب لو وتفكره. تمام? اوكي? طيب هو هو اه هو اول واحد عمل نموذج للاتوم. يبقى اللي هو هنختار له هو طيب هو مين بقى عمل ايه? بقى معلش انا حد تانية. احنا خلاص اختارنا هو هو اللي ان النيوكليز بحتوى على بروتون. يبقى هو. طب قل لي البلوكس. هقول له في ايه? على فكرة ايه اللي ممكن اكتبها اهيه. يعني هو هو مجهزها لي تحت ايه. يعني مسلا هنختار هنا نختار وبعدين نختار مسلا هنا هنختار بعدين نختار هنا نختار هنا نختار وبعدين نختار هنا نختار وان وبعد يا تو. طيب بيقول لي ايه? هقول له فور بلوكس اللي هما مين هو عايز اسموهم? اسموهم. هقول له كده. اس بلوك بلوك دي بلوك اف بلوك. طب صح احي الخطب. الاليمنتس جروب تو ايه? اسموهم هالوجين? لا. اسموهم الكلين? ايرس? متلز? طب عدد الاليمنت في المودل بريديك تابل? ناينتيتو لأ وان هندرد اتين. يعني هو بيتكلم عن كلهم. ناينتيتو ده لما يقول لي ناتشرالي. الطبيعة. طب الالكترونيك كونفيجريشن بتعموست نان متل. بتنتهيب كم? وان وثو سري? لأ. سيفن. سوري ام سوري. فايف وسكس وسبن. المتل هي الوان وثو سري. طب النيون هو المتل الوحيد الليكويد. كنت اقول لكم مين? الميركري صح? الميركري. يعني هو بنو او عملو جدول مودرن بريديك تابل. حسب ايه? اول حاجة. الرقم اللي هو زي موزلي. تاني حاجة الطالة اللي هما بيعملوا بيها. مستويات الطاقة. او او ممكن اقول اشتركها الاستخداماتات سوري ناعات الاستخداماتнова. يمكن فرصيب على المرات النحن رغ Kö mye نابل. ات تحرير من الأ будутيات من القضاءات اية قايب ها رغفة الاستخدامات للن الأمور. هم تřبون المر. هنSab Move في بريد 2 يعني اتنين الرقم أعني. ما عارف ان البرyou دي هيها هي عدد الانرجي ريفل. فقال لي باليد تو يبقى تنين. وقال لي انه هو انا عارف انوبل جاز يبقى مليان. يبقى الاخير ده مليان. وده بيتميري بكم بات? وده زي الاولين كده كده عارفين انه هو بيتميري بتو يبقى هو بيقول لي باليد تو يبقى تنين والنوبل جاز يبقى الاخير مليان يبقى يبقى لا تكون لأ غلط. قم الكام تن. يبقى لياتهم كام تن مش طوالف. طب على ده. انزل اللي موجودة في اخر مستوى طاقة بتاعة الاتم هو بيقول ان عدد الالكترون في اخر مستوى طاقة بتاعة الاتم هي تمام دي احنا بنعرف نجيبها عن طريق عدد الالكترون اللي في اخر مستوى طاقة هي نعمل بتبقاش هي مباشرة بس بميقدر عن طريقها ان احنا نحدد طب بتاعة الالكالين مثل لا غلط الكلية بتاعة الالكالي متل لان هي اول واحدة اقوى من تاني واحدة هنا هي الا اقوى من تاني اي من توقي فبيقول الالكالين ارسيمتال الاعلى لا غلط او لزين الزين ام في نفس الجروب انجرز اصل ان انا في الجروب هنا كلما الاتوميك نونجرم بيزيد الاتوميك راديس بيزيد صح what is the period number in front of you أنا أعرف إزاي الperiod أبصها ده ووزعه ما مفيش غيره عنده لقم هيبقى يبقى الperiod number كام الperiod number 3 يبقى الperiod 3 عرفت إزاي ما هو ثلاثة energy level وهو الperiod عن طريق number of energy level طب يقول لي أحسب الconclude atomic number بتاعت element that directly precede element D ثانية بقى حلو كده هو عايز اللي قبل في الجروب طب ثانية بس ثانية هي أصلا الدي كام مش ده يبقى ده وده تمام حلو أنا مقعد لك أجيب ده كمان وده كمان جبتهم كلهم عن طريق واحد بس مش فرق هو عايز إيه بقى هو عايز اللي قبل اللي قبله مش اللي بعده يعني ده لو هو عايزه ده جروبه الجروبه هو كامل هون هو عايز إيه بقى ده هو عايز اللي قبل بريسيد بريسيد يعني السابق للدي في الجروب احنا كنا بنقول في الجروب أنا بزود لو أنا عايز اللي بعده طب أنا عايز اللي قبله يبقى نقص يبقى أنا عايز اللي قبله نقص يبقى يطلع كم زي عايتها فورتين مينس ايت اكوال سيكس هيبقى عنده سيكس يبقى الاتوميك نمبر سيكس في اللي قبله ليه نقولنا في الجروب بزود ايت أنا هنا هنقص لي نقصت اصلا بيقول اللي قبله مش اللي بعده احسب لي طب ما انا قلناها نوزع كده اروح اقيل واوزع هو ده طيب عرفنا بتاعه اللي هو رقم طب أنا عرفه ازاي لا انتو عارفينه فاكرين كويس ايه بقى او ايه لو انا وزعته ده صح يبقى جروب وان ايه و جروب وان ايه قولنا كلهم مثل ماشي اللي هما يبقوا كلهم طبعا ما عادة واحد بس الده طبعا مش الميركري خالص ما عندكش انت توزيع الميركري تاني تاني انا عرفت ازاي هو ايه اللي ايه او انا جبت لان اللي بعده يبقى هو قبليه ويتوزعته اخر وان ايه كنا بنسميه وانا قلت لكم ان المتال كلها صولد يبقى هو قصده صولد ولا اللي قد اقول له صولد ما بين بتاعت هما ليه شبه بعض يعني ليه شبه بعض الكاليمتال دولة مش في نفس الجروب هم في نفس الجروب وممكن اقول عندهم نفس عدد الالكترون عندهم نفس عدد الالكترون عندهم وان الكترون بس في اخر مستوى طاقة طب البيلينج بوينت بتاعت البرومين اعلى من الكولورين ليه البيلينج بوينت بتاعت البرومين اعلى من الكولورين بص عدد لو تفتكروا كنا قلنا ان البرومين ده ليكويد انما كلور دوت طالما البرومين اعلى من الكولورين يبقى بيكوز برومين are ليكويد يبقى اقول بيكوز برومين is ليكويد ماشي وممكن نقول حاجة تانية اقول بيكوز وين اتوميك نمبر انكريز لما الاتوميك نمبر بتزيد ان جروب سيفن اي لما الاتوميك نمبر رقم بيزيد في جروب سيفن اي ما هو البرومين والكولورين ده جروب سيفن اي طيب هيحصل ايه اه بوينت انكريز ده صح وده صح طب هنا التست نمبر سريه انا بيقول لي كل دولة متالويد معادة المتالويد في اه كده كده احنا هنقول المتالويد تاني في الدرس الجديد بس انا اقول لكم ايه المتالويد المتالويد دي عبارة عن عناصر نوت متل او او عندها برخصائص المتل ونوم متل يعني هي عبارة عن عندها خصائص الاتنين المتال وال نون متل يبقى يعبارة عن المتالويد عندها خصائص الاتنين المتال ونوم متل هم مين يا مستر السيليكون البورون الارزينيك التليريوم في تاني بس مدولة القسيين السيليكون والبرون والارزينيك والتليريوم طب وانا عايز بقى بيقول لي كلهم متالويد معادة سيليكون او السيليكون مش اختاره البرون ادي البرون مش اختاره الارزينيك الارزينيك التليريوم مش موجود السالفر هو ده بقى اللي مش مش متالويد طيب بيج نومبر تن بيقول لي هنا من في دولة طيب احنا عارفين ايه بصوا ده كترة عارفين ان الصولد بيبقى اكتر من 25 والجاز بيبقى قل من 25 الليكويد بيبقى الملتنج بتاعته احنا بنسميها لو هو كان لو هو كان لسه صلب يعني بيبقى اقل من 25 وبيتبخر باكتر من 25 طيب واحدة واحدة كده الارقام بتاعته بصوا اكتر من 25 بيبقى طيب برضو اكتر من 25 بيبقى ده طيب بصوا كده عندي الرقم ده اقل اقل من 25 والرقم ده اعلى من 25 يبقى ده ينفع يبقى يبقى اقل والبويلنج اعلى صح؟ ده ده طب الزد برضو نفس الكلام اقلوا اقل ودوت اعلى يبقى ده يبقى عندي اتنين الواي والزد بعد كده يقول اقلوا اللي هو السيفن ايه لو تفتكر انا ماشي من فوق لتحت في الجروب ده اللي هو الفولورين والكلورين والبرومين احفظوا يا جمعة ده صح على فكرة ده بيحصل في كله اصلا هو بيقول لو جينا كده وزعنا واحد فيه هنلاقي فعلا مونوفيلنت يبقى صح لا دي غلط طبعا الفيزيكال بتاعته بتختلف او بس مليش دعوة ده اللي غلط ليه بقى ده اللي غلط يا مستر بصوا اده كثرة لان انا قلت لكم واحنا ماشيين من فوق لتحت كل ما بتزيد تمام بس الكيميكال اكتيفتي مش بتزيد بتقل هنا وبيقول لي وانا ماشي من فوق لتحت قلنا النشاط بيقل حتى قلنا اول واحد هو انشاط واحد من فدولة صح طب نشوف ده يبقى اللي تحته كم قلنا هنزود يبقى اللي تحته يبقى ماشي صح وانا بقى اجيب اللي قبليه يبقى ده لا يبقى مش هينفع طيب طب نجيب ده قلنا يبقى دوت هنزود ده هنزود كده عشان نجيبه احنا قلنا تحتية هو يبقى هتبقى يبقى تعالوا نوزع طب هل ده لا طبعا غلط طيب كده بيعرفنا نوع ده هل سي اقل من بي في النمبر هو بيقول لي عندها اقل نمبر طبعا غلط طب الدي عنده الدي اللي في الاخر خالص كده كده نعرف ان الدي فعلا في الاخر يبقى زيلو فيلنسي تمام حتى لو جينا وزعناها سكستين سبنتين سبنتين ايتين تعالوا نوزع ايتين كده لو جينا نشوف بتاعتها ادي وان تو سري فور فايف سكس سبنت ايت اذا ده كده ما فيش ولا واحدة امبير دي بقى كلهم متجوازين زيلو طب المودرن بريديك تابل بيكون من كم بريود؟ هقول له السبنت بريود طب كم جروب؟ ايتين جروب المنت اف اي بلوك لكي تحت الجدول الاف طب اي بلوك اللي تحت الجدول الاف طب اي بلوك اللي ميدل الدي طب الاتوميك راديس اي اف ذا ميتل يعني مين بتاع مين متل اقل من البوتاسيوم واعلى من ايه؟ السوديوم اقل من البوتاسيوم واعلى من الليسيوم ايش معنى هو في النص بينهم؟ بصوا كده هم تلاتة هايز كنت احفظوهم ليسيوم سوديوم ام سوري ليسيوم سوديوم بوتاسيوم ايبا لقينا ان هو بيقول لي البوتاسيوم الالكالي متل في جروب في واحد هنا اقل من البوتاسيوم اوه السوديوم اقل من البوتاسيوم فعلا طيب واعلى من مين؟ واعلى من الليسيوم يبقى ده اسمه ليسيوم وده اسمه سوديوم وده اسمه بوتاسيوم مين اللي في النص بينهم؟ السوديوم موسلي ايه نوت ايه؟ اصده ان الخصائص بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انه وردتي بيعني حسب ايه؟ الاتوميك نمبر نوت اتوميك ويت يبقى موسلي حسب الاتوميك نمبر نوت الاتوميك ويت هنا بيقول لي بيقول لي احسب الاتوميك نمبر بتاع كل واحد فيهم سهلة وهو على فكرة بيقول لي يعني هما ده موجود في باريوت تو يعني اتنين انيرجي لابل وده اتنين انيرجي لابل تمام؟ طيب نمسك الاولان هنا ده اتنين انيرجي لابل الاولان كده كده بتو طب التاني هعرفه ازاي؟ اعد يبقى الاتوميك نمبر بتاع الاول يبقى الاتوميك نمبر بتاع الواي الواي برده اتنين انيرجي لابل هو قال كده هو قال يبقى تنين انيرجي لابل البرد هو الانيرجي لابل طيب والاولان يبقى كده كده نغازبنا عننا التاني بقى نعد انا عايز اعرف كم اه الكترون في الاخر يبقى الواي عندهم كم الواي عنده كده يبقى ايت احسب بتاع اتوم ده مباشرة ده هو اعملها لي ده هو اعملها لي كده انا عم بحرف ازاي؟ بعد عدد الالكترون اللي لسه مرتبطش او ما تجوزش او لسه الواحده طب هنا فيه كم يبقى ماشي ماشي؟ يبقى ده وده وده تمام؟ اوكي؟ طب انا بيقول لي قارمة بين جروب وان اي و جروب زيرو في المورد تابل حسب طبعا اسمه الكالي متل طب جروب زيرو اسمه نوبل جازز طب البلوك ده في الاس بلوك طب ده في البي بلوك بس كده هو مش عايز بكده طبعا ده كده كل الاسئلة بتاعت احنا عملنا فيديو وده فيديو ذكروا كويسة ده كترة هتيجي منهم سواء من او اللي انا قلتها ديت او الشرح اللي انا قلته ده هيجي منه حاجات كتير في الامتحان الشامل بتاعنا ان شاء الله وبرضو من الحل دوت تمام؟ ربنا وفقكم عايزة كافيكم كلكم بإذن الله كده ربنا وفقكم للخير اللهم امين حبابي شكرا لكم